اشتركوا في القناة فالمؤمن أقوى من الجبال فهي تزول ولكن المؤمن لا يتزلزل إن مآس الحياة لا تناوش الجسد ولكنها تناوش الروح ولا شيء يدعم الروح كالثقة بالله وتحسس حضوره كان كل شيء منتهيا المعركة التي بدأت في الصباح انتهت عند المساء بمقتل كامل أحد المعسكرين وهو معسكر أهل البيت عليهم السلام بكل رجاله وشبابه وكثير من أطفاله أيضا كانت ذيول المعركة مشرفة على الانتهاء الصحراء تتململ تحت أرجل عشرات الآلاف الذين تجمعوا حلقات وهم يتحدثون عن ما حدث من قتل من؟ من قطع رأس من؟ ومن بقي؟ بعضهم كان مشغولا بمعالجة جراحه وبعضهم كان يصلح سلاحه الذي أصيب في الحرب وبعضهم كان يتعهد فرسه وبعضهم كان يستعرض ما سلبه من خيام الإمام عليه السلام وبعضهم أوجعه ضميره فآثر النوم مبكرا ومع مرور الزمن كانت الهم همة تخف فالجميع كانوا متعبين إلى درجة كبيرة ولم لا؟ أليسوا قد اشتركوا في المعركة منذ الصباح الباكر؟ الساعة تقترب من منتصف الليل والأصوات تهدأ حتى كأن الصحراء تخلو من الناس لا صوت إلا ما يطلقه بعض الجرحة وهم يطلبون المساعدة أو يبحثون عن المال ميدان المعركة كان منقعا بالدم أجساد هنا وأجساد هناك أعضاء بشرية مقطعة سيوف ورباح مطروحة وخيول قتيلة خيام المعسكر المنتصر كانت تملأ مسافة كبيرة جدا من الصحراء وكانت أشعة النور الخافتة المنبعثة من الفوانيس داخل الخيام تتراقص ما بين الأطناق ثم لا تلبث أن يطفئها الجنود وينامون خيام معسكر الإمام عليه السلام تحولت إلى رماد بعد أن أحرقها العدو وكان ينام عليها لساء الشهداء وأطفالهم الآن هدأت الأصوات كان القمر يتوسط السماء فيلقي على الأجساد نوره الخافت ويزيد من وحشة الصحراء ماذا كان دور القمر في ذلك الليل الحزين؟ هل كان يستعرض نتائج ما حدث؟ وماذا كانت النتائج غير التنكيل والتقطيع والسلب والنهب والحرق؟ هل كان يبحث عن المعسكر الآخر الذي اشتاحه بني الإنسان فأبادوا رجاله واستلبوا أشياءه وأحرقوا خيامه؟ أصحيح أنهم كانوا من بني الإنسان؟ وهل يصنع بني الحيوان ما صنع أولئك؟ أم ترى أن بني الإنسان أكثر وحشية من الحيوانات؟ ومتى كان الحيوان يقتل بني جنسه؟ متى دخلت الفهود في معركة ضد بعضها البعض؟ كان القمر يقطع السماء ببطء وكانت الفوانيس قد اختفت والأصوات شكتت كلهم ناموا كلهم شكتوا كلهم استسلموا للصمت كأن الصحراء لا تحمل أحداً أو كأنها تعبت مما تحملته في النهار فآثرت النوم في أحضان الشكور من بعيد؟ من فوق خيمة محترقة؟ من بين أطفال صغار كانوا يتوسدون الرمال؟ من هناك تحركت امرأة كأنها الشبح تحركت ببطء وقفت على رجليها بصعوبة نظرت إلى اليمين واليسار كأنها تتلمس طريقها في الظلام ثم تحركت كانت مطمئنة أنهم نائمون وأن أحداً لا يراها ومع ذلك فإنها كانت تمشي بحذر كانت تمشي وتستريح ولما وصلت إلى الميدان انحنت على الجثث وبدأت تتلمسها كأنها تبحث عن شيء ترى هل كانت تبحث عن ضائع؟ وماذا كان يمكن أن يكون ضائعاً هناك إلا الشرف والكرامة والإنسانية هل كانت تريد أن تتأكد مما رأته عينها في النهار؟ وماذا بقي لها من أمل؟ بعد أن قطعوا أجساد أعزتها واحداً بعد واحد ورفعوا رؤوسهم على الرباح وطبلوا وزمروا وفرحوا واستبشروا بما فعلوه بأهل البيت عليهم السلام هل كانت تأمل أن يعود أعزاؤها إلى الحياة؟ فينهضوا من جديد من مصارعهم؟ وكيف تعود الحياة إلى الأجساد التي لا أيدي لها، ولا رؤوس، ولا أرجل؟ كانت صاحبة الشمح زينب عليه السلام أخت الإمام الشهيد الحسين عليه السلام كانت قد فقدت خلال النهار كل أقربائها فقد قتل من إخوتها تسعة ومن أبنائها ثلاثة ومن أولاد عمومتها أحد عشر ومن أولاد إخوتها ستة ومن الأصحاب اثنان وسبعون وفقدت خلال اقتحام الأعداء لمخيمهم خمسين طفلاً وطفل سحقوا تحت حوافر الخير إذن لم يبقى لها أي أمل لتبحث عنه فماذا جاءت لتصنعه لنتابع رحلتها الحزينة ها هي تتحسس بيديها الأجساد تشمها واحداً بعد واحد وتحتضن بعضها ثم تتركه فجأةً تلقي بنفسها على جثة مقطع ليس لها رأس وبها مئات من الجراحات الثقيلة لنقترب إلى الجثة حتى نعرف كيف هي إنها جثة يلتصق صدرها بظهرها كأنها مطحونة بوحشية كفها اليمين مبتورة من النصف إحدى أصابع يدها اليسرى مقطوعة على الصدر آثار سهام ذات رؤوس متعددة هذا هو الجسد الذي رمى الزينب عليه السلام نفسها عليه ووضعت خدها على صدره تأكد الزينب عليه السلام من أنها هي الجثة التي تبحث عنها انهمرت دموعها بغزارة ولكنها خفت عبرتها لأن العدو كان على بعد خطوات منها بكت كثيرا وأعادت تلمس الجسد أصحيح أنها جثة أخيها الحسين عليه السلام؟ كادت أن تصيح وليكن ما يكون ولكنها تذكرت وصيته التي أوصى بها قبيل موته عندما قال أخي زينب إذا أنا قضيت نحبي فلا تشقي علي جيبا ولا تخدشي علي وجها تذكر الصوته ساعة جمع النساء وقال استعدوا للبلاء إن الله حافظكم وحاميكم وسينجيكم من شر الأعداء ويعذب أعداءكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسينتكم ما ينقص قدركم ويحبط أجركم فسكتت وخنقت عبرتها لم يكن يراها أحد ولم يعرف التاريخ ما قالته في ذلك الليل الحزيم لقلب أخيها الذي داسته الخيل وأوقفته عن الحركة ولكنه سجل كلمتها العظيمة عندما رفعت وجهها إلى السماء ومدت يديها تحت الجسد ورفعته على رؤوس أصابعها ومع قطرات الدمع التي كانت تنزلق على خدها قالت اللهم تقبل هذا القربان من أهل محمد إذن هو قربان في سبيل الله ولابد أن تعقبه قرابين ثم وضعت الجسد المقطع على الأرض وتوجهت إلى القبلة في البد حاولت أن تصلي من قيام ولكن ركبتيها لم تسعفها فوقعت وهكذا جلست على الرمال وبدأت تصلي كان جسد أخيها على جانبها ليماً وكانت أجساد أبنائها وإخوتها موزعة على التراب ولكنها أغمضت عينيها عن كل ذلك ورفعت يديها إلى أذنيها وقالت بصوت خافت الله أكبر أكبر